دعا بطريارك اللاتين في القدس وسائر الأراضي المقدسة فؤاد طوال إلى التوصل لحل عادل وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وأكد طوال الذي ترأس قدسة منتصف الليل بكنيسة المهدي في بيت لحمة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلى صعوبة الأوضاع التي يعيشها سكان الأراضي المقدسة نعلم جيدا أننا نعيش في الأرض المقدسة وضعا صعبا لا يبدو له حل في القريب العاجل وضعا مزعجا نلمس آثاره السيئة على جميع السكان وكانت مدينة بيت لحمة التي تعتبر مهد ميلاد المسيح قد شهدت احتفالات ضخمة شارك فيها الآلاف من الحجيج وسكان المدينة